الاقتصاد الإيراني المترنح تحت وضعات العقوبات يتلقى مجددا ضربة موجعة من واشنطن ففي أحدث تحرك من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات بعضها يتمركز في الصين وسنغافور ووفقنا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن العقوبات شملت ثمانية كيانات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية كانت مصنفة منذ يناير الماضي على قائمة العقوبات فالنظام الإيراني يستغل القطاع النفطي لتبول أنشطة مزعزعة للاستقرار يقوم بها فيلاق القدس أما الهدف من هذه العقوبات بحسب بيان وزارة الخزانة ممارسة الضغوط القصوى للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم الأنظمة الفاسدة والجماعات الإرهابية العقوبات هذه تترافق مع تحديث لعقوبات أخرى صدرت عام 2015 على مصارف عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كما جاء في بيان وزارة الخزانة من ضمنها مصرف العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل والبلاد الإسلامي الخاضع لسيطرة أوراس حبيب الذي تتهمه واشنطن أنه شارك في استغلال القطاع المصرفي العراقي بالتعاون مع محافظ البنك المركزي الإيراني لنقل ملايين الدولارات سراً نيابة عن الحرس الثوري الإيراني لدعم حزب الله اللبناني أشرف عبد الباقي العربية